السجل التجاري العادي لن يكون صالحاً بعد تاريخ 31 من الشهر القادم وذلك تطبيقاً للمرسوم التنفيذي والمحدد لنموذج السجل التجاري الإلكتروني فالسجلات التجارية التي لا تحمل رموزاً إلكترونية لن تكون صالحة ولن تقبل من قبل البنوك والمؤسسات المالية في كل تعاملات تجارية رجل القانون يلزم المتعاملين الاقتصاديين باش يعدلوا سجلات تجارية تحهم إلى سجلات إلكترونية أعطى لهم مدة سنة وهذه المدة انتهت في 11 أفريل 2019 يعني زادت الوزارة التجارة زادت لهم مدار التمديد لهذه المدة إلى غاية 31 جولياء 2019 وحسب آخر إحصائيات لدى المركز الوطني للسجل التجاري فإن عدد التجار الحائزين على المستخرجات السجل التجاري الإلكتروني وصل إلى مليون سجل إلكتروني من مجموعة التجار المقيدين بالسجل التجاري والذي يتجاوز وعددهم مليوني تاجر عدد المسجلين في السجل التجاري الإلكتروني هو حوالي مليونين وسبعة واربعون ألف بالنسبة للعدد التجار الحائزين على سجل التجاري الإلكتروني هو حوالي مليون مليون ومية ومية واربعون ألف بالتقريب يعني بالنسبة المئوية هو حوالي 56.1% هذا وجاء السجل التجاري الإلكتروني في إطار عصرانة قطاع التجارة وتطهير الملفات من المزورين والتلعبات علماً أن هناك تعليمة قد أرسلت للبنوك من أجل التعامل فقط مع المتعملين الاقتصاديين الحاملين للسجل الإلكتروني بعد تاريخ 31 جوي ترجمة نانسي قنقر